مرحبا مرحبا اليوم سوف نتعلم 5 أكثر لنبدأ الكلمة الأولى كلمة دماغ تعني أنه نفاذ أو نقص شديد بتركيز أو كمية مادة معينة The development of hiberic encephalopathy can be precipitated by infection volume depletion or GI bleed معنى الاحتلال الدماغ الكبدي ممكن يتحرض بالإنتانات أو نقص الحجم الشديد volume depletion أو بنسبة الهضمين في دماغ نفاذ في دماغ نفاذ معناها استنزاف أو نفاذ when fed stores are depleted عند نفاذ مدخرات الدهون potassium stores are depleted in DKA كمان نفس الشيء نفس المعنى أنه depleted تنفاذ كلمة deficit تعني نقص أو العواز مثل deficiency فهم من كلمة تعبر عن نقص كلمة الثانية زموندا ساير أكيم ونا لدينا نقص كلمة الثانية التي تعبر عن نقص كلمة لاك صحيحة معروفة لكن شيء عجدا لاك 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 فاليوم من غالبنا أوقات الدراسة تأتي لدينا نقص الاستجابة فهذا تعطي التصاد مائي إذا كان هناك لتأتي لنجراء وهكذا من المجمل الكلمات التي تتعبر عن نقص كان في كلمة أخذناها سابقا المعروفة المعروفة لاك ديبليت وفي الكلمة التي نأخذها الآن كلمة دمينش ينقص فالتخلص من الأورغنزم وهنا نتحدث عن هيريكوباكتر البيلوري دمينش ريكارينت بيقلل نكس القرحة النازفة ريكارينت نكس بمعنى آخر مرادة مرادة فهنا نتحدث عن أي مادة يمكننا نقص الامتصاص أو نقص الورد الفموي مرادة 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 الكلمة التي بعدها تتعبر عن نوصف أن الإجراء الفلاني يعبر عن خطورة أو هو الذي يعطيك درجة الإصابة determine تتعبر عن خطورة مرادة 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 و السبب وراء الإصابة فهو الذي يحدد The initial step and the approach to UGIP is a risk assessment to determine the severity of UGIP في المعنى هو أنه تقييم الأساسي للمرضى الناس في الخطم العلوي أن تقييم عوامل خطورة لنحدد درجة أو خطورة الإصابة أنا خلاص أنا أعتقد أن أنت تكون مرادة ولكن أعتقد لتفعل هذا المرضى هو أنت تتخبر ما هو الشخص حسابة ما ستحدث في كل المواقع في المنطقة six months if it were determined that your mental actuality was diminished. Objection. أمن أمن من العبر على أنه بيرفع مستوى السكة أو بيرفع ضغط الدم. نسأل كمية رايز. ماي رايز باندرجة بي إكريزي باندرجة بوليوم عن كاريك أوركور. فاني بيرفع ضغط. في فرق ما بل أنه يرفع مستوى رايز أو بيزيد حجم أو بيزيد خطورة. نسأل كمية إكريز. كمان؟ هذا الفرق اللغوي. إكريزي باندرجة بيرفع الحرارة. كمان، فانه يرفع الحرارة. رايز. إن كان يزال كدهي فاليرفع. هنا محكي عن مخدرات. فانه رايز بيرفع. في تركيب هو اللطيف. A depressed level of consciousness. In a patient with mild hypothermia. Raising suspicion of an overdose. هنا محكي على مرضى ممكن تعرضون المخدرات. فكانت أنه رايز. Suspicion. بيزيد الشك. تجاهل المخدرات. تجاهل المخدرات. أفرطات لتجاهل المخدرات. هم فضلك. فالجهود. لرفع الواعي الصحي. كانت فعالة. بيشارة الأطباء. على عكس. بيشارة المجتمع. فانه رايز. بيزيد الإدراك. بيرفع الإدراك. فغير ما عن الرفع. لمستوى أو شي. ممكن حتى يقول له. رايز his hand. بيرفع إيده. وفي الأسلامات ترحب الأفلام. وهو يقول له أنه هو نشأ. وترعرع. أو تربى. فالنفض أنه تربى بين عائلة معاينة. أنه رايز. تربى بين عائلة معاينة. أو أنه هي ربته. تربى بين عائلة معاينة 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 معاينة. وقد أضغطت مادورا في عائلة المساعدة. أضغطتك. ساميلا. أضغطتك. 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 فخلاصة الكلمات اليوم. تبريف ما ينفد أو يستنزف. لعيك. نقص. تبريف. ينقص. يقرر أو يحدد. تبريف. يرفع. نحتاج إلى فكرة أنه طريقة الكلمات التي عنا هفضل. وليس فاعلة. أنا أخذ الكلمات الأشع في الأشع. فكتابة الكابلان. لانترون المديزين. الكلمات التي يعلمها بالأخضر. كلمات الشايعة. أو البسيطة. أو أسماء الأمراض. أو الأرقام. أو الكلمات التي أخذناها. أنا أظلتهم بالأخضر. فمشوف كل الصفحات. إن تجد أهلهم الصفحة. صلنا نعرفهم. إن تجد أهلهم الصفحة. إن تجد أهل الكلمات التي لا أعرفهم. يمكن أن تجد أهلهم الصفحة. ونستمر الأشعار من مطلقة. كدن الكلمات. وليس في اليوم. ونصرح الآن. حتى ترجمة نانسي قنقر.